فراس العجارما رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني مرحبا بك معنا أستاذ فراس في هذه الساعة على الشاشة القاهرة الإخبارية إذن جولة خامسة لبلينكين إلى منطقة الشرق الأوسط يتوقع كما فهمنا في المعلومات المتداولة أنه سيناقش فيها هدنة للحرب وضعت من خلال اجتماعات باريس الشهر الماضي بين الوسطى هل رشحت لكم أي تفاصيل حول هذه الهدنة وإن كان سيتم فعلا أخذ تطمينات بأن تحدث هذه المرة سيدتي هذه الجولة الخامسة والتي تمتد من الرابع إلى الثامن فبراير لوزير الخارجية الأمريكي وهو آتي بمطالب محددة تم الإعلان عنها بوزارة الخارجية الأمريكية هي لإتمام صفق التبادل الأسرة ولإتمام هدنة طويلة نسبيا وأيضا هناك هدف للزيارة رئيسي خصوصا مع تعقد الأوضاع في الإقليم وتوسع دائرة الصراع تأتي هذه الزيارة للحد من انتشار الصراع إلى مناطق أخرى كما نعلم هناك جبهة الآن في البحر الأحمر لضمان أمن الملاحة يتم قصف أمريكي بريطانيا على اليمن تم قصف سوريا والعراق ردا على الضربة لبرج المراقبة الأمريكي الأمور تزداد تعقيدا وأيضا تعنت الموقف الإسرائيلي في عدم قبول هدنة وصفق التبادل الأسرة وانسحاب بري من غزة يزيد الموقف في الإقليم غموضا وتعقيدا فهذه الزيارة تأتي في وقت مهم جدا للحد من انتشار الصراع لإجبار الطرف الإسرائيلي على قبول هدنة طويلة نسبيا على إيصال مساعدات إلى قطاع غزة المنكوب توسيع مدى عمليات الإنسانية في قطاع غزة كما ذكرت أستاذ فراس لأن استثنائية التوقيت لهذه الزيارة الخامسة لبلينكين وسط كل هذه التطورات على الأقل في الداخل الإسرائيلي وتصريحات بن كفير والتي كانت جدا لاذعة للإدارة الأمريكية للرئيس جو بايدن هل يتوقع مع كل ذلك إحداث اختراق من زيارة بلينكين هذا؟ لم يعد هناك متسع من الوقت يجب أن يكون هناك اختراق ويجب أن تلقي الإدارة الأمريكية بثقلها لأن أصلا مصالحها أصبحت مهددة في المنطقة وأيضا الإدارة الأمريكية معنية بعدم توسع دائرة الصراع وهذا الصراع الداخلي في الحكومة اليمينية المتطرفة المتمثل في الوزراء المتطرفين أمثال بن كفير يجب أن يكون هناك لجم لهذا الموضوع لأن الأمور باتت تخرج عن السيطرة الجبهة في جنوب لبنان مرشحة للانفجار في أي لحظة الأوضاع في الضفة الغربية تزداد سوءا مع قطعان المستوطنين مع الانفلات ومع الاعتداء على الفلسطينيين والقتل اليومي الوضع في غزة وخصوصا الآن في ظرف إيقاف الدعم للأنروا في قطاع غزة وفي كافة مجالات عملها هذا يدفع في تأزم الموقف وليس هناك أحد معني في تأزم الموقف لأن المنطقة كلها الآن تقف على فوات مركان طيب قبل أن أتابع معك سيد فراس في مسألة الأنروا والمساعدات لأنها هي العنوان الأول بالمناسبة لزيرة بلينكين الخامسة للشرق الأوسط هناك أيضا معلومات رشحت أستاذ فراس حتى استبقت الزيارة لبلينكين نفسه بأنه طلب من طاقم الوزارة دراسة خيارات الاعتراف بدولة فلسطينية ما الذي وصلكم حول هذا الطرح؟ سيد هذا جاء إعلان من الخارجية لإعتماد حل قابل للاستمرار وهو تهيئة الظروف لاعتراف أمريكي بدولة فلسطينية كما تعلمي كما حذرت القيادة المصرية والقيادة الأردنية باستمرار أن إنهاء الصراع في المنطقة يتوقف على اعتراف إسرائيل بحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها في القدس إذا لم يتحقق هذا بضمنات أمريكية وضمنات دولية لن يكون هناك أمن واستقرار في الإسرائيل الكادمة وضعت محددات سيد فراس هل الكلام في إطار إحياء فكرة حل الدولتين أو الاعتراف بدولة فلسطينية لأن المعنى مختلف طحيح ولكن اتفق العالم جميعا الآن أن لن تنتهي دائرة الصراع إلا في تطبيق قرار 2-4-2 الذي تبنته الأمم المتحدة وتبنته المجوعة العربية وبنيت عليه المبادرة العربية السعودية كل هذه مقدمات ليكون هذا التاريخ تاريخ مفصلي في الصراع العرب الإسرائيلي لحل القضية حلا جدريا وإلا ستبقى المنطقة وشعوب المنطقة في دوامة العنف والصراع طيب بتصريحات بن كفير وذكر فيها من قديد أو بالأحرى أعادة الكلام عن تهجير طوعي لسكان قطاع غزة لا أدري أن كانت هذه الزيارة لبن كفير سيتم التعامل من خلالها مع هذه التصريحات لبن كفير واليمين المتطرفي حكومة بن نتنياهو أو كيف يمكن أن يتوقع التعاطي مع هكذا كلام يا سيدتي قضية التهجير قضية منتهية مصريا وأردنيا تم اتخاذ القرار على أعلى مستويات القيادتين بأن ملف التهجير هو حالة إعلان حرب على هذه البلاد التهجير هو في أحلام بن كفير الآن كما تعلمي يبلغ عدد الفلسطينيين فيه على الأراضي الفلسطينية التاريخية ما يقارب من 7 مليون و400 ألف مهما حاولت أن تهجر كم ستهجر ولن يقبل الفلسطينيين بعد أن ذاقوا مرارات الشتات ومرارات المخيم أن يهجروا مرة أخرى والأردن ترفض أن تفتح حدودها أمام التهجير لأن هذا يخدم الملف الصهيوني والأحلام الصهيونية في إفراغ الأرض من أهلها هم يحاولون التضييق على أهلنا في الضفة الغربية خلق أوضاع استحالة العيش فيها في قطاع غزة محاولين أن ينفذوا ملف التهجير ولكن هذا ملف خطير جدا وقد يدفع المنطقة للانفجار أكثر وقد يتعقد المشهد أكثر وتتهدد كل المصالح الأمريكية والعربية والإسرائيلية في المنطقة ليس أحد معني بزيادة تفجير الوضع الإدارة الأمريكية أعتقد أنها تنبهت لهذا الموضوع وهي تريد أن لا ينتشر الصراع في الإقليم إلى مناطق جديدة الزيارة هذه المرة لبلينكين أستاذ فراس حملت عنوين محددة خلافا لسابقاتها من الزيارات نتحدث عن مطالب موجهة لإسرائيل بشروع في تفاوض مع حماس على صفقة تبادل وأيضا أشروع في دولة فلسطينية ما الذي وصل إليكم من معلومات بخصوص صفقة التبادل هذه وإن كانت ستقبل من حماس أو من الجانب الإسرائيلي أيضا سيدتي حماس أعلنت عن طريق المتحدثين باسمها أنها هي تقبل بصفقة تبادل أسرة لكنها تدرس قالت بأنها تدرس لا لا هي وافقت على أساء بشروط ولكن الإنقسام في داخل الحكومة الإسرائيلية والممانعة والشد العكسي داخل الحكومة الإسرائيلية وخصوصا أن بعد 120 يوم من الحرب لم تحقق الحرب الأهداف المعلنة الإسرائيلية والتي تتمثل في القضاء على المقاومة وفي إعادة الأسرة هذه الحرب استمرت طويلا لم تحقق أهدافها أهلنا في غزة يعانوا من الظروف المعيشية المستحيلة المقاومة تقول نقبل بصفقة تبادل الأسرة بوقف العدوان بانسحاب القوات الإسرائيلية برفع الحصار عن قطاع غزة بإدخال مساعدات للقطاع هذا كان آخر إعلان من المقاومة ولكن القيادة الإسرائيلية وحتى تصريح آخر تصريح لرئيس الحكومة الإسرائيلية قال لن نوقف الحرب إلا عندما نحقق أهدافها فالآن الكرة في الملعب الأمريكي يجب الضغط على الكيان الصهيوني في إيقاف هذه الحرب التي لم تحقق أهدافها وتستنزل جميع الأطراف هل طلب ساز فراس من الدول العربية الرعية للقضية الفلسطينية ومنها طبعا الأردن ومصر تصور للدولة الفلسطينية المستقبلية أو فكرة إحياء الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية يا سيدتي حتى في هذه الزيارة يحمل بلينكين مخترحات للرئيس عباس لإعادة تشكيل حكومة فلسطينية لكن الواقع على الأرض معقد كيف ستجرى مثلا انتخابات لتحدد المشهد الفلسطيني ما بعد الحرب كيف سيكون موقف المقاومة من مشاركة في حكومة أو عدم المشاركة الأمور تتعقد ويجب أن يكون الأولوية الأولى الآن لوقف العدوان على غزة ومن ثم لكل حادثة حديث طيب بخصوص ما ذكرته من ما طلب من السلطة الفلسطينية نعلم بأنه نكش كوك بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية حتى أنه الرئيس محمود عباس ذكر بأنه لا يمكنكم يعني أنتم لا كإدارة أمريكية لا يمكنكم الآن إلزام إسرائيل بوقف الحرب والسماح لنا بالعودة إلى قطاع غزة والعمل على إعادة إعمارها فكيف لكم أن تقومون بالاعتراف أو بالعمل على دولة فلسطينية يعني واضح بأن هناك نقص في الثقة متبادل الآن بين السلطة الفلسطينية الحالية والإدارة الأمريكية أستاذ فراس نعم نعم صحيح الإدارة الأمريكية منذ اليوم الأول الحرب كانت منحازة للجهة الإسرائيلية وتقدم الدعم المستمر للجهة الإسرائيلية ومواقفها ضعيفة اتجاه وقف العدوان وأيضا مخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية بما يختص باتفاقيات جنيف وخرق اتفاقيات جنيف الرابعة فيما يخص المدنيين في الحروب وأيضا ضرب عرض الحائط في محكمات العدل الدولية وقرارها بمنع أي أعمال تؤدي إلى إبادة جماعية وأيضا الفيتو الأمريكي كان في مجلس الأمن ضد 13 دولة وامتناء بريطانيا عن التصويت فهناك نقص واضح في الثقة حتى ليس ضبابية وضوح الموقف الأمريكي المنحز لإسرائيل